اشتركوا في القناة وامهات بيكونوا بيدوروا البناتهم على عريس كويس ولما بيشوفوه الامهات اللي هناك بيجروا بيتكلموا معها لانه بيكون واسيم جدا وطويل وعريض وبيبقى الكل عايز يجوزوا البنته وبيفضلوا يوروه صور بناتهم ومعلوماتهم ولكن هو بيكون رافض وبيعمل نفسه مش بيشتغل ولا معه فلوس فبيبعدوا عنه على طول ولكن بيكون هناك كمان يينو ودي بتكون بتدور على عريس مؤقتة علشان تقدر تسترد سروة مامتها وتفتح الوصية بتاعتها لان الوصية مش بتتفتح غير بعد ما هي تتجوز ولما بيتلاقي فو بتروح وبتتكلم معاه وبتتفق معاه انهم يتجوزوا سنة وانها تدي له مرتب كل شهر عشر تلاف يوان وده لانها بتبقى فكرة انه فقير فبيوافق فو علشان ما بيكونش عايز يظهر حقيقته وبيروح وبيتجوزوا على طول في يومها وقبل ما تمشينه بتقوله انها تدي له الفلوس اخر الشهر وبياخدوا ارقام بعض علشان لو حصل حاجة يقدروا يتواصلوا مع بعض وبيتفقوا انهم مش هيعلنوا جوازهم على طول وتاني يوم بتروح يينو للشركة بتاعت مامتها المتوفية وبتلاقي ان في خبر ان ليران اختها الصغيرة الغير شقيقة من باباها هتبقى نائب رئيس الشركة بس المفروض ان يينو هي اللي دير الشركة والكل بيكون فاكر انها ليران وبتعامل ليران هي وصحبتها شيانج يينو بشكل وحش جدا وبيفضلوا يزعقوا لها وبيقولوا لها ان اللي ليها سلطة دلوقتي في الشركة هي ليران وبعد كده بيمشوها من الشركة وتاني يوم بيروحوا حفلة تخص شركة اسمها هو عشعة وبتبقى ليران اصلا مش مدعوة للحفلة بس بتشوف واحد اسمه حارن فبتقول انها خطبته وعرفاه وبتمسك كمان ايديه علشان تدخل هي واصحبها للحفلة وبتبقى يينو معاهم وشايف اللي هم بيعملوه وبيبقى حارن ده بيمثل انه هو اللي مدير شركة فوجي علشان كده ليران بتبقى بتتقرب منه وموافقة انها تتخطب له ولكن فو اصلا بيكون هو اللي بيدير الشركة بدل بابا وبيكون موجود في الحفلة ولما بتشوفوا يينو بتسأله هو بيعمل ايه هنا وبتقوله انه اكيد بيشتغل وبتفتكر انه جارسون فهو مش بيكدب كلامها ولا بيقولها الحقيقة وبيسابها فهمة انه يبقى مجرد جارسون ولما بتشوف ليران واقفة معاه بتروح وبتقوله يغير لها المشروب بتاعها فبتقول لها انها سابت الرجل الغني اللي باباها كان عايز يجوزه لها علشان الجارسون الفقير اللي مرتبط بي ده وبتفضل تتكلم وحش على فو قدامه وما بتكونش عارفة اصلا انه يبقى مدير الشركة ولما بيشوف فو ازاي ليران بتعامل يينو بتصعب عليه وبيقول بينه بالنفسه انها اكيد عانت كتير في حياتها وبيبعت لها فو عقدة الماز مع واحد من المساعدين من غير ما يعرفها وبيبقى رايح لها باسم نائب المدير ومحدش اصلا بيكون عارف مين هو نائب المدير وبتفتكر ليران ان العقد ليها لان هي اللي مرتبطة بحران وبالفعل بتاخد العقد وبيقول المساعد لفو انه سلم العقد ليينو وعلشان اصلا ما بيكونش عارف مين يينو فما بيعرفش ان مش هي اللي اخدته وبيفتكر فو ان يينو هي اللي اخدت العقد وكده هيخليها مبسوطة ويعوضها شوي عن اللي شفته في حياتها وبيسأل مساعده لو كان يقولها عن حقيقته ويعرفها جوزها يكون مين ولا لا فبيقول المساعد ان حتى لو هي ما تعرفش فالشركة كلها تعرف هو مين وعاجلا او اجلا كده كده هتعرف هو مين ولما بينزل فو علشان يدخل للحفلة بيكونوا هيرحموا بيه كمدير شركة فوجي وبيكون داخل الاول فبتروح يينو وبتاخدوا من المكان اللي هو واقف فيه وبتقولوا ان المدير هيدخل دلوقتي وما ينفعش طبعا يقف في الطريق وما بتبقاش فهمة اصلا انه هو المدير بس هم واقفين بيتكلموا كده بتروح لهم ليران وبتفضل تدايقهم وبتوريله كمان العقد اللي معاها وبتقولهم انها تبقى خاطيبة المدير ولما بيشوفوا فو بيتصدم لانه بيكون باعته لينو وبيقول مساعده ليها انها لازم ترجع العقد لانه نائب المدير وعارف ان العقد ده مش ليها هي وبيوري لها كمان اسيمة الشراء بتاعة العقد ده وبيقول لها انه هيتصل بالبوليس لو هي ما رجعتوش فبيقول لها فو ان العقد ده كانوا مشتريينه من مزاد بسعر غالي جدا وبيعرض عليها تشتريه بتلاتة مليون لو عايزها فبتكتب لهم ليران شيك بالمبلغ ده ولكن ما بيبقاش معاها اصلا المبلغ اساسا والشيك بيكون هيترفض لو راحوا يسحبوا به الفلوس فبتقول لها يينو انها عارفة انها اصلا مش معاها المبلغ ده وانها بتضحك عليهم بالشيك فبيقول لها فو ان المبلغ ده مش مهم بالنسباله وبيتصل بواحد من مساعده وبيقول له يجيب كل المجوهرات اللي كانت موجودة في المزاد ليينو وبيبقى الكل مستغرب ان الجرسون هيعمل كده فعلا ولما بتيجي المجوهرات الكل بيكون مصدوم وبتتدايق جدا ليران وبيتغير من يينو وبتتعصب وبيتكونها تضربها بالقلم ولكن فو بيمسك ايديها وبيقول لها ان محدش يقدر يلمسها نهائي وبعدين بييجي مدير شركة هواشيا وبيزعق ليينو علشان مدايق ليران وما بيكونش عارف اساسا ان فو هو مدير شركة فوجي وبيزعق لهو كمان وبيقول ان ليران هي ضفط المهمة في الحفلة ومش هيسمح لاي حد انه يزعق لها وبيطرد فو ويينو برا الحفلة وبيكون فو عايز يدخل بسلطته ولكن يينو بتمنعه وبتقوله انه مايدخلش علشان مايخسرش شغله وقبل ما تخرج يينو بتدخل الحمام بس وهي خارجة بتبقها تقع فبيمسكها فو وبيقرب منها وبيبقى شكله كده بدأ يعجب بيها وبعدين بتشكره انه ساعدها برضو في الحفلة وجاب كل المجوهرات دي علشانها وبتقوله انها عارفة انهم مش اصليين ولكن هو عامل كده علشان مايبقاش شكلها وحش قدام لييران وبيفضل فو سايبها تفكر زي ما هي عايزة ويينو بتبقى جعانة وباين عليها جدا فبياخدها فو وبيروحوا يكلوا في مطعم صغير وبتروح لهم لييران وبتقول ليينو انها على علاقة بواحد فقير انما هي بقى هتتخطب لواحد غني جدا ده كمان بقت لها عربية مخصوص علشان توصلها للمكان اللي هي عايزها وبتقول لها انها اكيد ما ركبتش مع حبيبها ده حتى عربية مرسيدس وبيتدايق فو وبيكون عايز يدخل ولكن يينو بتمنعه وبتعزموا لييران على خطوبتها تاني يوم وبتقول ليينو انها تتمنى ما تحرجهاش زي كل مرة وبعد كده بتسيبها وبتمشي وبعدين بتقعد يينو وبتتكلم مع فو وبتقوله انهم متفقين ما يدخلوش في حياة ومشاكل بعض وبتعرفوا انها كويسة وهتعرف تتعامل مع لييران كويس بس هم قاعدين بيأكلوا بيتصل بيها باباها وبيقول لها انها لازم تروح بسرعة لانها ما ينفعش تفضل صهرانة برا البيت طول الوقت ده كله ولما بتقوله انها مش عايزة تروح بيقول لها انه معاك كل املاك مامتها ولازم تسمع كلامه فبتعتزر يينو ليفو وبتمشي ولما بترجع للبيت باباها بيقول لها انها لو ما سمعتش كلام والحد ما تتجوز وتاخد ميراس امها فمش هيديها اي حاجة وبتبقى يينو مش عايزة تروح خطوبة اختها ولكن بتضطر تروح وتسمع كلام باباها علشان تقدر تسترد كل حاجات والدتها وتاني يوم بتقابل يينو في الخطوبة مينج الراجل اللي باباها عايز يجاوزه لها وما بتكونش يينو بتحبه ولا معجبة بيه اصلا وكمان هي خلاص اتجوزت وفكرة ان الكل يعرف خبر جوازها ده مسألة وقت يعني مش اكتر فبتتكلم معاه بطريقة وحشة وبتيجي لي ران وبتقول لها ان مينجي بغض النظر انه اكبر منها في السن بس اكيد طبعا احسن من الجرسون اللي هي مرتبطة بيه وان كمان باباها شايفه مناسب جدا ليها فبتقول لها يينو انها تاخد بالها من كلامها كويس وما تدخلش في حياتها اكتر من كده فبتقول لي ران لي مينجي انه ياخد يينو ويمشو من هنا ده كمان بتؤمره بصفاتها صاحبة الخطوبة وكمان مديرة الشركة فبتقول لها يينو ان باباها هو اللي طلب منها تيجي الخطوبة وانها هتمشي وهتقوله ان هي اللي مشتها وبتعرفها بقى انها تتصرف مع باباها وهتشوف هيعمل فيها ايه فبتتدايق لي ران وبتضطر تسكت علشان ما تعملش مشاكل مع باباها كمان ولكن بتقرر تنتقم من يينو وبتمثل ان الانسيال بتاعها تسرق وهم قاعدين وساعتها بتفت الشنطة يينو وبتخرج الانسيال منها وبتطلعها كمان حرامية قدام الكل وبتبقى يينو اصلا مش فاهمه ودخل شنطتها ازاي ولا ايه اللي حصل وبتطلب انها تشوف كاميرات المرأبة ولكن لي ران ما بيهمهاش كلامها وبتخلي الامن يرميها برا وبتبقى صاحبة لي ران رايحة تطردها مع الامن وبتقول ليينو انها مجرد واحدة عاشت في الارياف عمرها كل وملهاش لازمة كمان وهنا بتضرب يينو بالالم وبتقول لها ان ما فيش حد هيقف جنبها ولا هيساعدها بس بيدخل فو بيقول لها انها يفضل جنبها وهيساعدها وان حرون اللي هم متحامين فيه ده اصلا شغال عنده هو وبيتصل فو بحرون وبيجيبه على طول وبيخليه يضرب صاحبة لي ران بالالم وبيمشيها وبيقوله كمان يخلي لي ران تعتذر ليينو وبتعرف يينو وقتها انها متجوزة مدير شركة فوجي وانه كان مخبي عليها طول الوقت ده وبيعرفها انه هيفضل جنبها وهيساندها على طول فبيتقوله يينو انها تجوزته علشان خاطر باباها كان عايزها تتجوز واحد تاني فبيقول لها ان الاسباب مش هتفرق لان كده كده ما فيش حاجة هتتغير والحقيقة دلوقتي انهم متجوزين بالفعل وبيتفقوا انهم هيفضلوا مخبيين جوازهم فترة كمان وبعدين بتروح يينو لليران تاني وبتقول لها انها تتصل بالبوليس علشان ييجي يشوف ازاي الانسيال بتاعها دخل في شنطتها وانها معاها كمان دليل من كاميرات المرأبة وان لو البوليس جي فهي اللي هتتفضح لان دي حفلة خطبتها وبتبقى ليران وصاحبتها هم اللي حطوا الانسيال في شنطة يينو لما كانوا في الحمام ولما بتهددها ليران بتقول يينو انها هتعرف باباها فبتقول لها ان باباها مش مهتمة اصلا بيها ولا بخطبتها لدرجة انه مجاش حتى الخطوبة فبتتدايق ليران وبيتكونها تضرب يينو بالقلم ولكن حارون بيتدخل على طول وبيمسك ايديها وبيقول لها انه تأكد ان يينو ملهاش زنب في اللي حصل وانها غلطانة كمان ولازم تعتذر لاختها فبتسكت ليران وبتضطر انها تعتذر لاختها قدام الناس وبتقول لها يينو ان الموقف اللي حصل النهاردة فاهمها حاجات كتير جدا وانها لو فكرت تيجي عليها تاني ولا تعمل لها اي حاجة فهتخليها تندم وبعد كده بتسيبها وبتمشي وتاني يوم لما بتروح يينو للشركة بتيجي ليران وبيتكون عايزة تطردها من الشركة وبتعرفها انها مديرة الشركة دلوقتي فبتقول لها يينو انها لو مديرة الشركة فاكيد معها العقد فبتطلع ليران عقد عملته الصبح قبل ما تيجي وبتكون مزوراها ولما بتشوفوا يينو بتقول لها انه اصلا العقد ده معمول بتاريخ النهاردة والمفروض ان قرار ادارة الشركة اتعمل بقاله شهر وبيجي مساعد فو علشان يقول ان شركتهم اشترت اسهم في الشركة بتاعت يينو وبيعرفهم ان الاسهم كلها راحت لينو دلوقتي وان هي اللي هتدير الشركة بس يينو بتقاطع كلامه علشان محدش يعرف انها متجوزة من فو وبتقول ليران ان حارون هو اللي اشترى الاسهم وكتبها باسمها علشان كده العقد طالع بتاريخ النهاردة ولما بتدايق ليران يينو وبتكون هتضربها بالقلم بيقف قدامها مساعد فو وبيقول لها ان نائب المدير باعت حماية مخصوصها لينو وبتبقى فاكرة ليران ان يينو على علاقة بحارون وما تعرفش اصلا انها متجوزة من فو ولما بتتصل بحارون علشان يجي يشوف في ايه بيرد عليها وبيقول لها انه مش فاضي وبيقفل على طول وبييجي فو وبيكونها يقول انه نائب الرئيس ولكن يينو بتمنعه كالعادة ولما بتفضل ليران وصاحبتها شيانج يدايقوهم ويتريقوا عليهم بيتقول يينو لشيانج انها تطردها من الشركة وفعلا بتعمل مكالمة وبعدين بيتصل بشيانج في مقر الشركة وبيبلغها انها اطردت وبيتصل برضو بليران في نفس الوقت ده وبيبلغها ان هي كمان اطردت وبيبقول لاتنين مستغربين جدا انهم اطردوا بالفعل وبتبقى يينو فهمة ان فو هو السبب في طرد ليران ولما بتروح ليران وصاحبتها شيانج الحارون للشركة علشان مش عارفة توصله فالامن بيمنع دخلهم بحكم انهم ما يعرفوهاش وبيخرج لها فو وبيقول لها انها مش هتقدر تشوف حارون بس لو هي فعلا على علاقة بيه ففي حفلة كوكتيل بكرة وانه اكيد هيكون عزمها ولما هتروح هتشوفوا هناك وبياخد فو يينو وبيدخلوا للشركة وبيسيبوا ليران وصاحبتها برا ولما بيطلع فو لمكتبه معينه بيقول لها انه وعدها انه مش هيعلن عن جوازهم ولكن بيطلب منها هي كمان لو احتاجت اي مساعدة في اي وقت ياريت تكلمه على طول وبيقول ان في حفلة بكرة هو هيعلن عن جوازهم وان الاسهم اللي شركته اشترتها هتروح ليها وهيقول كمان انها تبقى مديرة شركتهم مش ليران وبيقول لها انه بيعمل كل ده علشان عارفها وعارف عائلتها من زمان وان الشركة اصلا كانت بتاعت مامتها ولكن لما تابت فابوها سابها في الريف وراح تجوز واحدة تانية وخلف منها ليران ولما ماتت استحوز على كل ممتلكات مامتها علشان كده هو هيسعدها لحد ما ترجع كل حاجة تخص امها فبتقول له يينو انها علشان ترجع كل حاجة فلازم تكون متجوزة زي ما امها طلبت وده بقى السبب اللي خلاها تتجوز وعلشان ترجع كل حاجة مامتها من ابوها اللي واخدها على اساس انه بينفز وصية امها فبيقول لها فو انه مهما حصل فهو هيفضل جنبها على طول وهيسعدها في كل الاوقات وبعدين بتروح ليران وبتقابل حارون وبتقعد تتكلم معاه وبتقول له انها اضطردت من الشركة وبيكون ما استغرب من اللي بيسمعه ولكن بيقول لها انه هيكلم الموظفين وهيشوف حصل ايه وبيبقى اصلا بيضحك عليها وبيستغلها علشان يسيطر على شركتها مش اكتر وكل الفترة دي بيبقى مزيف قدامها شخصيته الحقيقية علشان يعرف يوصل للي هو عايزه ولما بتقول له على حفلة الكوكتيل بيقول لها انها اكيد لازم تحضر هي واهلها وبترجع ليران للبيت وبتقول لباباها على الحفلة قدام يينو فبيقول باباهم ليينو انها لازم تتعلم من اختها ازاي تتصرف فبتقول له ان ما فيش حاجة تتعلمها من اختها غير انها تقرب من الرجالة بس زي ما هي وامها عمله لان مامة ليران برضو فضلت تقرب من والد يينو لحد ما وقعته وتجوزته فبيتعصب باباها عليها فبتقول لينو ان البيت والشركة اصلا بتوع امها وانها كمان هتاخد المراس في حالة انها تجوزت وانها خلاص هتعرفهم على جزها تاني يوم وهتاخد كل حاجة ولو مش عايز الدنيا تتحل بينهم فهي هتبعث للمحامي بتاعها علشان يتصرف معها وبعد كده بتسيبهم وبتمشي وتاني يوم في حفلة الكوكتيل لما بتقف يينو مع فو بيروح باباها وليران وبيفضل يزعق لها وبيتكلموا كمان على فو قدامها انه مجرد جارسون وحارس امن مش اكتر وان مالوش لازمة في اي حاجة فبيتدايق فو وبيخلي الامن يطردهم ولكن مدير شركة هواشيا بيكون داخل ولما بيلاقيهم برا بيدخلهم معاه تاني الحفلة وبيقفوا بيتكلم معاهم وبيقلهم ان في الحفلة دي مدير فوجي هيعلن عن نفسه وكمان هيعلن عن مراته او خطبته وبتبقى ليران فاكرة ان حارون عمل لها مفاجأة وهيعلن انها خطبته وهي اللي هتمسك الشركة معاه وبتروح ليران ليينو علشان تدايقها وبتقول لها انها لازم تكون مستعدة علشان الخبر اللي هتسمعه لانها تطردها برا الحفلة كمان شوية ده كمان بتدلق عليها العصير فبتتعصب يينو وبتدلق عليها هي كمان العصير وبتيجي واحدة من الموظفين علشان تاخد يينو تغير فستانها وبتبقى ليران مستغربة ازاي محدش اخدها علشان تغير فستانها هي كمان ولكن حارون بيكون جايب لها فستان تقليد والفستان الاصلي بتلبسوا يينو وبيستغربوا الاتنين لما بيشوفوا بعض وهم لابسين نفس الفستان وبيفضلوا يتريقوا علي يينو علشان بيكونوا فاكرين ان فستانها هي التقليد فبتقول لهم ان الالماظ اللي في الفستان المفروض انه مضطرة زيادوي وان الفستان ليران مش تطريز يادوي خالص وبيبدأوا فعلا صحاب ليران يشكوا ان الفستان بتاعها هي التقليد ولكن يينو بتروح وبتغير فستانها وبتلبس فستان احلى من الاولاني والكل بيكون مستغرب من فستانها وانها عندها فستان غالية كده وكمان بيبقى تصميم واحد ملوش تاني فبتقول ليران انه اكيد كل اللبس ده تقليد مش الاصلي وبتبقى متضايقة جدا فبتقول لها يينو ان كلها نص ساعة ونائب المدير هيطلع يتكلم وساعتها الكل هيعرف الحقيقة بس مع الاسف فو جده بيتعب جدا وبيضطر انه يمشي من الحفلة علشان يروح لجده على طول واللي بيطلع يقول الخطاب بيكون حران وبتفتكر ليران انه هو فعلا نائب الرئيس وبتفضل تدايق يينو لانها تبقى زوجة حارون قريب فبتقول لها يينو انها مش همامها مين الراجل اللي وراها سواء كان حارون او واحد غيره وان كل اللي يهمها ان هي وامها استولوا على حياة مامتها وصروتها وانها ترجع كل ده وما حدش هيقدر يوقفها ابدا ولما بتقول لها ليران انها بتغير منها بترد وبتقول انها تبص على نفسها في المرأة الاول لان ما فيش حاجة تخليها اساسا تغير منها والحاجة اللي عندها ومش هتعرف تتعلمها بس هي وقحتها وانانيتها وبتعرفها انها محضر لها مفاجئة كبيرة او الفترة الجاية ويتاني يوم بتروح يينو للبيت وبتقول لباباها انها عايزة تاخد كل حاجة مامتها النهاردة وبتقول له انه سابها تقعد عشر سنين في الريف بعيد عنه وما هتمش بيها نهائي يعني من الاخر كده هي مش فرقة معا وانها بس هتنفذ وصيط مامتها وهتاخد سروتها وبتمشي وانها خلاص اتجوزت وجوزها جاي كمان شوية وبييجي حارون وبيفضل باباهم يتكلم معها كويس علشان غني ومعها فلوس وبيقول ليينو انها لو طلت متجوزة راجل فقير فهيعتبر جوازها باطل ومش هيديها اي حاجة من مراس امها وبيقول لها ان ما تنساش ان فيه بند في الوصية بيقول ان لازم باباها يكون موافقة على الجوازة بس هم بيتكلموا بيدخلوا عليهم وسعدين فو وبيكون معاهم هدايا كتير غالية ومجوهرات كمان وبيقولوا ان نائب الرئيس هو اللي بعثهم فبتفتكر ليران وباباها ان حارون هو اللي بعثهم وحارون فعلا بيعيش الدور وبيمثل انه هو اللي بعثهم وبتفضل يينو تبحك وبتقول لهم ان فيه ناس مدمنة انها تعيش شخصية من شخصيتها اصلا ويتمثل انها حد تاني وهنا بيدخل فو واول ما بيشوفه حارون بيتخد وبيتوتر وما بيبقاش عارف يتكلم وبتفضل ليران وباباها يتريقوا على فو ويغلطوا فيه فبيقول فو لحارون انه يخلي خاطبته تسكت وما تتكلمش فبيتعصب عليها حارون وبيضربها بالقلم قدام كل الوقفين فبتستغرب ليران جدا من اللي حصل وبتقول يينو ان حارون مش اي حاجة اصلا لان فو هو لنائب الشركة فبتتصدم ليران من كلامها ولما كمان حارون مش بينكر الكلام ده بتتداي اكتر وبتضربه بالقلم وبتقوله انه كان بيستغلها كل ده وحارون بيحاول يقولها انه معجب بيها وبيحبها فعلا بس هي الفلوس عندها اهم حاجة فبتطرده من البيت وعلى طول والد يينو بيروح وبيتكلم مع فو وبيتكلم على بنته كويس وانها بنته الكبيرة وانه بيحبها جدا وبيكون عايز يتقرب من فو لانه طلع غني بعد كل ده ده كمان بيعتذر له علشان عمله وحش قبل كده فبيعرفه ان يينو مراته وهو جاي علشان يساعدها تاخد حاجات مامتها فبيضطر والد يينو انه يسكت ومش بيتكلم وبتروح يينو وبتلم حاجات مامتها ولكن بتلاقي المجوهرات نقصة فبتعرف اني ليران هي اللي سرقتهم وبتقول لها انها لازم ترجع كل حاجات مامتها بدل ما تدخل البوليس ويحصل لها مشكلة وبتقول لها كمان انها تعيش الكام يوم اللي فضلن لها في الفيلا علشان هتاخدها منهم هي كمان وبعد كده بتسيبهم وبتمشي وتاني يوم بتروح يينو للشركة وبتلاقي اني ليران هي اللي قاعدة على كورسي المدير في الاجتماع والكل بيكون عامل لها الف حساب كمان وبيقوم واحد من الموظفين وما بيكونش عارف انها تبقى مراد فو فبيطردها من الاجتماع وبيفضل يزعق لها بس لما بيدخل فو الاجتماع بيقول اني يينو مراته وساعتها الكل بيستغرب فبيركع الموظف اللي كان بيطردها في الارض وبيفضل يعتذر لها علشان تسمحه وبيقول انه ما كانش يعرف هي مين ولكن فو بيكون لغى الاتفاق اللي بين شركة والد يينو هواشيا وبيتصل حد من شركة هواشيا وهم بيتكلموا بوالد يينو وبيقولوا انهم خلاص لغوا الاتفاق معهم فبيتعصب جدا والد يينو وبيتدايق وبيقولهم فو كمان ان شركتهم خلاص هتفلس خلال 3 ايام بالكتير ووقتها هو هيشتريها وهيرجعها ليينو من تاني بس ليران بتتعصب وبتقوله ان الشركة مش هتفلس وانها تعمل كل اللي تقدر عليه علشان ما تسيبلوش الشركة فبتقول لها يينو انها تشوفها تعمل ايه بعد 3 ايام ما يعدوا وبعد كده بيسيبوهم وبيمشوا وبتفضل ليران تتكلم مع باباها وبتقوله انه لازم يسق فيها لانها مش هتخلي الشركة تفلس ولا اي حاجة تحصل وبعدين بيقعد فو وبيتكلم مع يينو في العربية وبيقول لها ان الاتفاق اللي كان بينهم كان على جواز سنة وبس ولكن دلوقتي بقى هو مش عايز يبعد عنها وبيعرفها انه عايز يفضل جنبها دايما ويساعدها على طول لانه بجد معجب بيها فبتوافق يينو انهم يفضلوا متجوزين وساعتها بيبوسوا بعض بس بتقوله انه عندها شرط وبيكون شرطها انه ما يتدخلش في مشاكلها مع ليران علشان ما يتقزيش فبيوافق فو وبتروح ليران لحارون علشان تاخد منه فلوس وتلحق شركتها اللي هتفلس وهو بيوافق انه يديها الفلوس اللي هي عايزاها ولكن بشارط انها تفضل خطبته وتعمل كل اللي هو عايزه فهي بتوافق على الطلب ده ولما بيحصل اجتماع تاني في الشركة بتبقى ليران فكرة ان المشكلة هتتحل ب10 مليون بس باباها بيطلع عليه ديون اكتر من كده بكتير والفلوس دي مش هتامل اي حاجة وبطارد عليه يينو انها تشتري الشركة وتنقذها هي وما بيبقاش في حل قدام باباها وبيكون خلاص هيتنازل عن الشركة ولكن ليران بتمنعه بتقوله انها هتتصرف وبتروح وبتكلم حارون وبتقوله يسلفها تاني بس هو بيرفض وبيقولها انه مش معاه المبلغ اللي هي عايزها ده وبعد كده بيقفل المكالمة فما بتقولش الباباها على اللي حصل وبتقوله انها زبطت الدنيا وعلى بلل كده الفلوس كلها هتبقى موجودة وبيجي مستثمرين من شركة هواشيا وبيلغوا كل اتفاقاتهم مع شركة والدينه وبيدخل حارون وبيقول ان الشركة مش هتفلص على حاجة وانه هيشتري الشركة وهيديها لعيلة ليران بس هو بيكون بيدحك عليهم وهيشتريها هو بس يعني يستغل الموقف اللي هم فيه لانهم اكيد هيفكروا انه واقف معهم فهيبعولوا الشركة وبعدين هم هياخدوها بس هو خارج من الشركة بيسمع فيه وهو بيتكلم معينه وبيتقوله ان حارون هيشتري الشركة بس مهما عمل بدون استثماره واشيا والدعم اللي بتدعمه للشركة فالشركة هتقع على طول واسعتها مش هيعرف يعمل حاجة فبيفهم حارون انه كده بيضيع فلوسه في مشروع خسران لانه مش هيستفد حاجة ده بالعكس كمان هيخسر فلوسه فبيتصل على طول بالمساعد بتاعه وبيقوله ما يكملش اجراءات شراء شركة والد يينو وبتروح يينو مع فول فيلا اطمامتها وبتكون هناك لرعن وبتكون عايزة تمنعها انها تدخل تاخد حاجتها ولكن بيجي واحد بيكون والدهم مديون ليه بخمسة مليون وبيكون جاي يسأل على باباهم علشان عايز فلوسه وبيقولهم ان فلوسه لو ما تسددتش النهاردة فهيحجز على الفيلا وهيخرجهم كلهم برا وبيفضل يدور على باباهم لحد ما بيلاقيه مستخبف اوضة كده فبيقوله باباهم انه مش معاه فلوس دلوقتي وبيطلب منه يديله مهلة يومين وهيجيب له الفلوس فبينادي على اليران علشان تقولهم انها هتجيب لهم الفلوس ولكن هي بتقوله انها مش هتعرف تتصرف في اي فلوس نهائي فبتعرض عليه يينو انها تدفع الدين اللي عليه مقابل انها تاخد الفيلا بتاعة مامتها فبيرفض باباها في الاول بس علشان ما بيبقاش في حل تاني فبيضطر انه يوافق وبتدي يينو الراجل فيزا فيها المبلغ اللي باباها واخده منه وبيقوله الراجل انه يحمد ربنا انه عنده بنت زي دي وربها كويس وعرفت تتجوز من راجل كويس لانه لولاهم كانوا هيخلصوا على حياته وبعد كده بيمشي الراجل وبعدين بتطرد يينو باباها وليران من الفيلا وبتقعد هي فيها وبتروح ليران للشركة وبتكون خلاص الشركة فلست وبتفضل تتصل بحارون علشان تشوفه ما اشتراش الشركة ليه وبيبقى معاها باباها ولما بيرد عليها حارون بيقول لها انه عارف انها كانت بتستغل وبتضحك عليه وبيقول لها انه مش هيحط فلوسه في شركتهم مهما حصل وبيبلغها انها ما تتصلش بينهائي وبيكون متعصب جدا وبيقفل المكالمة وبتيجي يينو فو وبتقول لباباها انها قالت له من الاول ان ليران مش هتعرف تعمل حاجة للشركة ولا هتتصرف في فلوس لحد ما خلاص الشركة فلست رسمي فبيتدايق جدا باباها وبيقلب على ليران وبيحاول يصلح علاقته بينه وبيقول لها انها لازم تسامحه علشان هو ابوها وتدي له فرصة تانية علشان يصلحوا علاقتهم بس يينو بترفضوا بتقولوا انها ادات له فرص كتير قبل كده وهو اللي ما استغلهاش وبتقولوا انها جات النهاردة بس علشان تشوف بعنيها الالم والخسارة اللي هو فيه وبتعرفوا ان من دلوقتي خلاص هي ملهاش اي علاقة بيه وبتاخد جزهة وبتمشي على طول وهنا بيدخل اتنين موظفين وبيقولوا لوالد يينو انهم كانوا بيعملوا جرد للحسابات وكده الشركة للأسف فلست رسمي وبتقول يينو لفوق ان باباها خلى مامتها تعاني كتير جدا في حياتها وهي حاول ترجع صروتها وكل اللي يخصها فبيمسك فوق ديها وبيقول لها ان خلاص حصل اللي حصل وكل حاجة عدت بسلام وبياخدها بعد كده علشان يروحوا يتغدوا مع بعض وبنعرف انهم هيكملوا باقي حياتهم سوا وكده خلص مسلسلنا النهاردة اشوفكم بقى في فيديوهات جديدة سلام